الناس مالك ما يطلعش يستلم ميداليات ده غلط انه يتقالمه الاهلي قبل كده في 2015 لما خسر الكاس قدام الزمالك ما طلعش استلم مدير الكرة وقتها كابتن على عب صادق طلع استلم ده غلط وصدقوني لو كان مالك وكتبه وقتها كان بيطلع احنا ما كناش بنظهر في الفترة ديت لكن لو كان البرنامج موجود بكل الصدق كنن هنقول ده سدوك رياضي غلط حتى لو كان بسبب اي سبب رئيس النادي ايوه يعني اسباب مختلفة اه لو فيه توتر وفيه مشكلة وفيه حصلة ده شيء المفارقة بقى اه ان المطشين الاهلي ما طلعش استلم والزمالك ما طلعش استلم لتجاوزات رئيس النادي في حق الاهلي في الحالتين في الحالتين عايزين تعرفوا احنا بنتراجع قوي في قيامنا الرياضية ازاي عايزين تتنبهوا لخطورة اللي احنا فيه اهله زمالك وكله اي مسؤول رياضي يمتنع فريقه على تسلم ميداليات على منصة التتويق في مناسبة زي كده لازم ان نتقاله ده غلط جدا خاصة من اي لون يصدر خاصة ان فيه رعاة لهم حقوق انت بتعتدي على حقوق ناس للوقت والله حتى الحقوق الاخلاقية يعني مع التجارية طبعا بقى كمان اه بقضيف كمان ان لا هو لا احنا عملين نقول الرياضة بقت صناعة والصناعة بقت مش عارف ايه طب فين بقى احترمنا للصناعة دي ولما النادي الاهلي بيتكلم على مبادئه ولما النادي الاهلي بيتكلم على قيم الرياضة بينطلق من جزور في التاريخ لمثل هذه المواقف بصوا اللي حصل من النادي الاهلي يا جماعة سنة الف تسعمائة تمانية وعشرين سبعتاشر ابريل الف تسعمائة تمانية وعشرين الاهلي بيلعب مع الترسانة نهائي الاهلي والترسانة نهائي الكاس السلطنية الترسانة كسب النادي الاهلي ما طلعش خاد الميداليات اتنين لعيبة بس اللي طلعوا يعقد مجلس ادارة النادي الاهلي اجتماع هتشوفوا دلوقتي احنا احنا تعرضنا لده لانه وقتها النادي الاهلي بسبب هذا السلوك وهذا التصرف اوقف اللاعب الاول في كرة القدم ربما في تاريخها حسين حجازي ده ابو الكرة المصرية ده اللي كان بيهزم فرق معسكرات الانجليز ده اللي تعملته فرقة حجازي فتخيلوا انه ما يطلعش الاهلي يستلم ميداليات المركز التاني والترسانة هو البطل فينعقد مجلس دارة النادي الاهلي بن زعاج بصوا المجتمع رياضيا كان متماسك ازاي شوفوا قيامنا الرياضية الاباء كانوا بيدفع عنها ازاي شوفوا الرواد كانت عندهم القيم الرياضية عاملت ازاي قبل ما تشوفوا المزاكرات والبلاء واللي بتحصل دلوقتي وشوفوا ازاي كيف تأسس الاهلي على هذه القيم عشان كده لما بنقول لكم لو حدث ده من النادي الاهلي يلام ويعاتب يحصل من الزمالك يحصل من اي فريق لازم يلام في خرق للمبدأ الرياضي في 1928 دي صورة من محضر اللجنة العليا للنادي الاهلي في اجتمعها يوم 17 ابريل 1928 باقاف حسين حجازي رئيس الفريق وتحميله مسئولية عدم تسلم اللاعبين الميداليات من مندوب الملك اجتمعت اللجنة العليا ده بخط اليد من محضر الجلسة اجتمعت اللجنة العليا في الساعة الخامسة والنصف في يوم السلساء 14 ابريل 1928 تحت رئاسة حضرة صاحب المعالي جعفر والي باشا وبحضور كل من السادة وكاتب اسماء المجلس وقرر قررت الاتي ابدأ بيقولك وبعد ان تناقشت اللجنة في موضوع عدم حضور لاعب النادي الاهلي لاستلام الميداليات في المباراة النهائية للكأس السلطاني التي أقيمت يوم 12 ابريل على الارض الخضراء بحضور مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك وتلي عليها الخطاب الوارد من لجنة الكاس السلطاني يعني اللجنة المنظمة بعتت جواب للنادي وعلشان كده قررت ادارة النادي اولا ابداء عظيم استياء اللجنة بصوا الناس اللي بتحافظ على القيم والمثل الرياضية ابداء عظيم استياء اللجنة للسلوك المعيب الذي سلكاه افراد فرقة النادي بعد انتهى هذه المباراة ثانيا ايقاف رئيس الفريق حسين حجازي لمدة ثلاث شهور لانه بصفته رئيسا للفرقة تقع عليه المسئولية في كل ما حصل انت لم تطلع بمسئوليتك ككبتن جابه كبير ايوه انذر باقي اللاعبين معادة رياض شاوئي وزاكي عثمان لان الاخيرين قام بالواجب عليهم وحضر لاستلام الميداليات رابعا ابلاغ هذا القرار الى لجنة الكأس السلطاني بالاتحاد المصري لكرة القدم وتعليقه بلوحة النادي بصوا بقى علشان يبقى ايه على ملأة من الجميع تعليقه في لوحة النادي لمدة خمسة عشر يوما وعلى حضرة سكرتير النادي مراعاة تنفيذ ذلك انتهت بصوا بعد الجلسة دي حسين حجازي وده زي ما بقول لكم اللاعب الاضخم الاكبر واول مصر احترف برا في الدورة الانجليزية يبعت ما يفيد للجنة في الجلسة التالية انه لو حيتم الاستمرار في ايقافه حينتقل للنادي النادي الزمالي عايزة امشي اه فيرد مجلس دارة الاهلي في اجتماع تالي على الكابتن حسين حجازي ابو كورة فليذهب الكابتن حسين حجازي الى اي مكان انشاء ولتبقى الروح الرياضية بصوا العظمة فينتقل حسين حجازي للزمالك ممكن بس عشان يعرفوا قيمة العظمة كمان اه جعفر والي باشا رئيس اتحاد الكورة رئيس اتحاد الكورة كمان اه يعني هو لان لها علاقة بان الاجراء يخص الاهلي اوي ان اتحاد الكورة اللي هو رئيسه بعت للنادي الاهلي وكان يعترض بس وردخل الاغلبية على ايقاف حسين حجازي عشان دورة دورة الولمبية اه 28 28 وطلب من نادي الاهلي ان يفكوا الايقاف ورافض يعني جعفر والي بصفة رئيس الاتحاد ردخل القرار الاغلبية واتبعت الجاب للنادي الاهلي فرافضه جعفر والي رئيس النادي الاهلي وصعد النجم الصاعد مختار التيتش ليبدأ مشوار التقلق الاسطوري لاحد علامات الرياضة والاخلاق شفوا عظمة المفارقة الاهلي يوقف التخين اوي الكبير اوي حسين حجازي فيروح الزمالك غضبان يقولك يروح مطرح ما يروح بس تبقى الروح الرياضية ويبقى المبدأ وتيجي الفرصة الاهلي يلعب مع الزمالك فيقدم الاهلي هذا النشأ اللي المهان صعد لأشار إليه فيولد محمود مختار التيتش من رحم الأزمة أزمة المبدأ عشان يكون هو أكثر من دافع بغيرة وحرص على مبادئ النادي الاهلي لأنه تولد من هذه المنطقة طلع من هذه الأزمة اتكون بفعل المبدأ الكبير اللي النادي الاهلي انحاس فيه للمبدأ الرياضي أنه لعبته ومخرجتش تستيل الميداليات المركز التاني فده اعتراض على المبدأ الرياضي أنت اتغلبت مش زن بالرجل التاني اللي كسبت يعني هو النادي الاهلي ما كانش يستطيع أن ينتظر قرارات اتحاد الكورة ما رئيس النادي الاهلي هو رئيس اتحاد الكورة بالزبط لكن هو شاء أن تكون الرسالة خاصة بالاهلي احنا رفضين ده ده لا يمثل الاهلي اي واحد على فكرة كلامنا ده والله لكل الجماهير صدقوني الاهلوية وزمالكوية والتحدوية قبل ان احنا مش بنقولكو اي كلامه خلاص احنا نعني ومعنيين فعلا بالخور الرياضي والسلوك الرياضي لان ده اهم ما في الرياضة والله المكاسب بتروحوا تيجي لكن اللي لو راح مش هيرجع المبدأ القيمة الدروس اللي زي كده بالزبط ويجي المنتخب يسافر فالتحاد الكورة يبعت واللجنة المنبية تبعت للنادي الاهلي التماس لرفع الايقاف عن حسين حجازي عشان يسافر مع المنتخب مش هينفع يسافر وهو موقوف لسبب سلوكي فالنادي الاهلي يرفض يرفض ويتمسك انه في خرق المبدأ الرياضي لا يمكن انت راجع عنه ده الدرس ومش تسكير للنادي الاهلي ولا شفونية حتى ان احنا بنزكي النادي الاهلي لكنه هكذا انحزى الاهلي للمبدأ وهكذا دافع الاهلي على قيم الرياضة وهكذا يجب ان يتمسك الجميع بيه نادي الزمالك عنده مبادئ نادي الإسماعيل عنده مبادئ كل نادي مؤثر في الشارع عنده مبادئ المبادئ مش حكر ولا قصرة على مكان واحد بس احنا بنذكر بها انطلاقا من هذا الحدث بنوقع مش بنقلفها بالزبط وبنذكر بها في احداث تستدعي التذكير بالزبط لأن انا دلوقتي في موقف ماتش حضروا جماهير نتمنى كنا ان ينتهي وهو انتهى بخير بعض بعض التجاوزات برضو عايزين نراجع الجماهير بتاعتنا لان لامتى حنبضل النادي الاهلي والاندية تدفع الغرامات بتاعت ان انت مش قادر تسيطر على انفعالاتك ماينفعش اذا كنتوا بتحبوا انديتكم وانا هنا حكلم جمهور الاهلي بتحب النادي الاهلي هو انا لما اتدفعني 360 الف جنيه وبعد ما اتشجع 200 الف جنيه وخلصوا الدور الاولان انا عليها 2-3 مليون جنيه مش كنت انت طالب مني ان انا جاب لك لعيب هندبول ولعيب باسكت ولعيب فولي طب ما تخلي المبالغ دي نصرفها فيما يفيد بالضبط ليه بتحملني هذي ولازم نفكر وانا عايز الجماهير تشاركني بقى اي ازاي تدفع الفطورة دي بالنياب عم نادي الاهلي يعني اذا كان فيه اسباب مش فيه دي النادي الاهلي ان هو او زمالك او اي قدية الا انك انت لو انت شجعت هذي التصرفات يبقى تعرف ان التصرفات دي نتيجة تشجيعك لا احنا من هنا بنستنكر اي هتفات اي خروج على النص اي تجاوز عن الاخلاق فما نقدرش نقول النادي الاهلي بشجع على هذا بصوا النادي الاهلي لا يمكن يشجع على خطأ سلوك وهتفات الجماهير مرفوضة عقوبات صدرت ضدها من الاتحاد ماشي هتفات او عقوبات ضد لعيبة انساقت ورا هتفات غلط عقوبات ضد لعيبة مقبولة وزي ما لومنا وزي ما عاتبنا على شكبالة انه انساق مع جماهير بتهتف ضد الاهلي لابد ان احنا نعتب على اي لعب من النادي الاهلي قد تسمح لهم فعلاته انه ينساق مع المدرج وده درس لجميع هو بص رغم رغم ان انا شفت ده رمضان صبحي وحسام عشور قالوا لهم لا لا خليكم على اقلي لكن انت عارف وانت رايح انه فيه مش هتقدر تسيطر على الناس مش هتقدر تسيطر اه فيه استجابة حصلت بس كان خلاص تشتم المنافس هو لان انت بتقول الجمهور العنصر النبيل طب احنا عايزين بقى النبل يستمر يكون في المدرجات كمان اشتركوا في القناة